القرآن ذكر هارون في عدة آيات وفي عدة سور وذكرت هذه الآيات مقامات نبي الله هارون أكثر من آية تحدثنا عن مقام لهارون ما هي هذه المقامات؟ يمكننا تلخيصها في خمسة المقام الأول هو مقام النبوة ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا القرآن يصرح أن هارون نبي من الأنبياء نعم هو نبي لكنه ليس برسول لا يوجد دليل على أنه رسول وليس بالتالي من أولي العزم يعني ليس صاحبة شريعة إنما هو تابع نبي لكن تابع في رسالته لرسالة موسى عليه السلام فالقرآن يصرح بأن هارون عليه السلام كان من الأنبياء هذا أولا ثانيا القرآن أثبت لهارون مقام الوزارة أنه كان وزيرا وزيرا لموسى عليه السلام ولقد آتينا موسى الكتاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرا الآية الأولى قالت وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نبيا هنا جعل وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرا الوزارة هنا بحسب هذه الآية منصب إلهي هارون هو وزير موسى ليس لهوا في موسى أو لاختيار عشوائي لا جعل من الله لهارون هارون جعل وزيرا لموسى بالجعل الإلهي وليست القضية لمجرد أنه قريب من موسى فهنا عندنا مقام ثاني وهو مقام وزارة موسى عليه السلام ومعنى الوزارة واضح نفس المعنى الذي نستعمله اليوم في هذه الأيام هو نفسه لم يتغير المقام الثالث وهو الأهم أهم من الوزارة هو مقام الشراكة موسى دعا الله عز وجل عدة دعوات منها وأشركه في أمري فموسى فهارون شريك لموسى ليس مجرد تابع لموسى مجرد مساعد لا هو شريك في أمر موسى شريك في الرسالة التي جاء بها موسى شريك في المهمة التي حملها موسى عليه السلام وشراكة هارون ليست شراكة عادية لا أعلى درجات الشراكة وأنا أقرأ لك الآن آية لعلك لم تنتبه لها في السلام القرآن الكريم يخبرنا بهذا وأوحينا إلى موسى وأخيه إلى موسى وهارون نفس الوحي العطف بهذه الصورة يوحي بالشراكة أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين كما أن بيت موسى قبلة لبني إسرائيل أيضا بيت هارون قبلة يعني بوصلة بني إسرائيل لا بد أن تتجه لهارون وموسى فلا يكون الإنسان تابعا لموسى إذا لم يكن تابعا لهارون ولا يكون الإنسان تابعا لهارون ما لم يكن تابعا لموسى الإنسان أو الطريق إلى الله في هذا الدين وهذه الرسالة الموسوية يمر عبر موسى وهارون فلا يمكن التفريق بينه هذا المقام الثالث المقام الرابع هو مقام الخلافة هارون خليفة موسى بنص القرآن وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين موسى بنص القرآن هو خليفة لموسى والقضية ليست فقط واقعة خاصة أن موسى ذهب ثلاثين أو أربعين يوم لا القرآن يشير إلى هذه الأهلية أن هارون عنده هذا المقام بحيث إذا غاب موسى مات موسى هارون هو الذي يتولى الأمر فنحن لا نتحدث فقط عن خلافة جزئية في حال غيبة موسى لا نتحدث عن أهلية توجد في هارون ولا توجد في غيره ولذلك القرآن نص عليها في هارون ولم ينص عليها في غيره المقام الأخير هو مقام الأخوة القرآن ركز على الأخوة هارون أخي موسى وأخيه ووهبنا له من رحمتنا دائما التركيز على الأخوة المراد هنا ليس مطلق الأخوة النسبية أن القضية بمعنى أن هارون هو من صلب أبي موسى أو من رحم أم موسى لا القرآن يشير إلى الأخوة الحقيقية القرآن لا يعتد بالأنساب نعم هذه الأنساب في الدنيا لكن عند الله تسقط ولذلك القرآن صريح عندما يتحدث عن نوح نوح وعن ابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك رغم أنه من صلبه فهنا مقام الأخوة يعني مقام التابعية أن موسى من هارون وهارون من موسى وأنه لا يوجد بينهما أي شقاق وأي افترار فالقرآن الكريم ذكر لنا خمسة مقامات من مقامات موسى عليه موسى جهي موسى